اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا توجيهاته السامية بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين وقالت وكالة انباء البحرين ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا اصدر توجيهاته السامية بتقديم مساعدات عاجلة إلى الاشقاء الفلسطينيين وذلك في ظل ظروف الانسانية الصعبة التي يمر بها الاشقاء الفلسطينيون واضفت ان هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الامم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا في اطار مواقف مملكة البحرين ونهجها تجاه دعم الاشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت مملكة البحرين يد البحرين ممدودة للاشقاء والاصدقاء دائما وابدا وفي كل وقت وما ان تحل ضائقة لو كانت البحرين حريصة على التخفيف من معاناة الشعوب ومنطلق مملكة البحرين في الكثير من الازامات والكوارث هو استدامة العمل الانساني الذي يهدف الى الاستثمار في الانسان ومحيطه وتحسين اسلوب العيش والذي يتم عبر الذراع الانسانية لمملكة البحرين المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية واتضح دعم مملكة البحرين في العديد من الازامات والكوارث في مختلف دول العالم حيث شاركت مملكة البحرين بفرقها الاغاثية في دول مختلفة في العالم العربي والشرق الاوسط وهذه المساعدة شكلت اثرا واضافة للجهود القائمة في تلك البلدان حيث تكاتفت مملكة البحرين مع الاشقاء والاصدقاء من اجل تخفيف وطأة المحن والكوارث التي حلت في تلك البلدان وسخرت مملكة البحرين الامكانيات المتوافرة والتكاتف الشعبي من ابناء مملكة البحرين لتحقيق المقاصد السامية للعمل الاغاثي والتي دائما ما تأتي بتوجيه ملكي من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والذي وجه مؤخرا بتقديم مساعدات عاجلة الى الفلسطينيين كعالته حفظه الله ورعاه وذلك في ظل الظروف الانسانية الصعبة التي يمر بها الاشقاء الفلسطينيون من خلال وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في إطار مواقف مملكة البحرين ونهجها تجاه دعم الاشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد دائما وأبدا من ثوابت مملكة البحرين مملكة البحرين وضمن نهجها في العمل الاغاثي والإنساني تحرص بأن تكون مساعداتها عبر المؤسسات الأممية لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين لها بشكل فعلي علاوة للتنسيق مع المؤسسات الرسمية في الدول الشقيقة والصديقة من أجل عمل إنساني خيري يسهم في الحفاظ على المجتمعات وارتقائها